ذات المشهد يعيد نفسه قبل 11 شهرا اجتاح كورونا محافظة نينوى ودخلت مثلها مثل باقي المحافظات في عموم البلاد دوامة الوباء لكن ما يختلف في هذا الامر انها دخلت المعركة دون محاجر صحية او مستشفيات 6 مشافر رئيسية انطحنتها الحرب ولم يعد اعمار اي منها بصورة كاملة وبقي الاعتماد طوال الفترة الماضية على المشافي الكارفانية وحصيلة هذه المعركة خلال 11 شهرا من الاصابات كانت 26 الف اصابة موجبة وبحسب مصادر طبية فهذا الرقم لا يعد حقيقيا وهناك الاف الاصابات لم تسجل في سجلات الصحة بعد ان خضع المصابون الى الحجر المنزلي عند تفاقم الازمة في شهر ابل ماضي وامتلاء المستشفيات عن بكرة ابيها اما الحصيلة النهائية حتى يومنا هذا لمن خطف كوفيد 19 ارواحهم كانت 500 شخص لم يحالفهم الحظ بالافلات من هذا الفيروس ولا زالت المعركة مستمرة بدأت الجولة الجديدة مع سلالة وصفت بانها اسرع انتشارا واكثر فتكا من شقيقاتها وبحسب ما قالته دائرة الصحة فان مختبرات الصحة العامة في المحافظة عاجزة عن تشخيص السلالة الجديدة وانما تستطيع تشخيص الاصابة فقط ومختبرات بغداد هي من تشخص نوع السلالة وهذه معضلة اخرى تضاف الى ما يعيشه الواقع الصحي في المحافظة اما اجتماعيا فقد تأثرت نينوى بصورة كبيرة خصوصا في الجائحة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا وطفت المشاكل الاجتماعية على سطح المجتمع وبعد شهر من حظر التجوال بدأت المحافظة تسجل حالة انتحار متتالية انتهت في العام الماضي باكثر من عشر ضحايا وقرابة عشرين محاولة انتحار اما في هذا العام فقد سجلت حالة انتحار واحدة مع اربع محاولات اخرى وهذا ما سجل رسميا وما خفي كان اعظم اما اقتصاديا فقد ارتفعت نسب البطالة الى اربعين بالمئة بحسب مديرية احصاء نينوى وقد وصلت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى مليوني انسان من اصل اربعة ملايين يعيشون في المحافظة وهذا الرقم هو حصيلة لثلاث جائحات توالت على نينوى عجافة جائحة الارهاب وجائحة كورونا التي جرت معها جائحة اقتصادية ولم ينتهي الامر عند هذا الحد فقد تأثر القطاع الخاص ايضا بصورة كبيرة والعديد من المطاعم والمقاهي والمشاريع التجارية اغلقت ابوابها بعد الخسائر المتتالية ولم يمضي عدة اشهر على استقرار الاوضاع نوعا ما حتى عادت الاجراءات الوقائية الى الواجهة جبرا على المواطن وفرض الحكومة لهذه الاجراءات دون توفير بدائل لنتائجها سيكون له عواقب وخيمة عموما كان هذا هو المشهد في المحافظة وفي ثاني كبريات مدن العراق خلال عام مع كورونا انصح القول والتعبير من الموصل محمود الجماس قناة التغيير